في المرتين اللي فاتوا اتكلمنا على الريولوجي وعرفنا ايه هي الريولوجيكال موديلز وقلنا ان فيه تلاتة موديلز هما الاكثر شيوعا في مجال البترول الاول اللي هو اليلد بلاستيك بتاع بينجام وبعدين الباور لو والييلد باور لو او اللي بيعرف حاليا باسم الهرشل بوركلي وهو تعديل للنموزاجين السابقين او دمج للنموزاجين السابقين وقلنا هو ده افضل هذه النمازج واللي بيدي نتائج اكثر دقة وبعد كده اتكلمنا على الفلوروجيمز اللي هو شكل السريان هل هو تيربينات ولا لامينار وقلنا ازاي نتوقع الشكل بتاعه عن طريق الرينولد نمبر وبكده نكون وصلنا لمرحلة دفع هذه الطفلة للسريان في المواسير وتخرج من الدقاء وبعد كده تطلع في الانيراس الى ان تخرج الى السطح فبالتأكيد احنا بنحتاج طاقة فما مقدار هذه الطاقة وهل هي ضمن امكانيات المضخات ولا لأ وأثناء حركة السائل مدفوعا بهذه الطاقة هيكون لي سرعة فما مقدار هذه السرعة وأثناء خروج السائل من النزلز بتاعت الدقاء هيقوم بعمل شغل في نقل نواتج الحفر بعيدة لنواجه الدقاء الى الانيراس ثم الى السكح فما مقدار هذا الشغل كل الكلام ده بيخصش دامن نطاق حسابات الهايدروليكس Every time fluid passes through something, like drill pipe, there is a pressure loss Think of it like friction of the fluid against the sides of the pipe The longer or more narrow the straw, like a coffee stirrer, the harder it is to blow through it In drilling, pressure is lost through each of the thousands of feet of drill pipe and BHA and then again all the way back up the annulus All that pressure is required just to push the fluid through the system But don't forget that the fluid being pumped to the bottom of the hole has the entire weight of the fluid column and cuttings above it hundreds and thousands of pounds pushing down on it This is known as head pressure وهذه الطاقة هي عبارة عن قوة بتأثر على مساحة يعني هي عبارة عن pressure وعشان يتحرك السائل فيه خلال مقطع من نقطة الى اخرى لابد يكون فيه فرق في الطاقة يعني يكون فيه فرق في الpressure ما بين النقطتين ومن هنا جه مبدأ ان لكي تتحرك السوائل في مقطع معين لابد من حدوث pressure loss ما بين طرفي المقطع أما علماء الهيدروليكس بدراسة العوامل اللي بتأثر على قيمة pressure loss في مقطع فوجدوا انها خمسة اول حاجة طول المقطع ثاني حاجة كسافة السائل اللي بيمر فيه يعني المضويت او المضيناستي واللي زوجة وهنا بنتكلم على البلاستيك فيسكاستي ومعدل السريان الى جانب القطر الداخلي لهذا المطع وقاموا بصياغة نتائج تجاربهم في صورة معادلات معملية او empirical formula واللي معناها ان هذه المعادلات اتبنت على اساس نتائج معملية وليس لها اساس رياضي ومن ضمن هذه المعادلات المعادلة اللي قدامنا اللي بتحسب الpressure drop في drill strain ودي كانت نتيجة الابحاث بتاعة بنجان ودي اللي هنستخدمها ان شاء الله في الكلام عن الموضوع نظرا لبساطتها هذه اللي قدامنا ممكن استخدام له توضيح تأثير هذه العوامل في المعمل بيتكون على الشمال من flometer دي اس معادل اس ريان اللي داخل بي الجالون برمينت وبعدين العداد او الجيتج الاولاني بي اس مقدار الضغط في النظام كالكل وبعدين الوصلة اللي بتتم عليها التجربة وعداد تاني بي اس الفرق في الضغط ما بين اول الوصلة واخرة اللي هو pressure drop او pressure loss العامل الاول هو عامل الطول وزا ما احنا شايفين في المعادلة ان العلاقة ما بين الطول وما بين pressure loss علاقة طردية بمعنى ان انا لو ضعفت الطول هيتضاعف pressure loss وفي المثال اللي قدامنا لما زودنا الطول من الفين ادم الى اربعة الاف ادم زاد الpressure من الف الى الفين باس اي ومن المهم التركيز على ان اللي بيخش دايما في الحزابات هو المجرد ديبث وليس التروف فيرتيكال ديبث ما تخيف الضاج قرآن لنفسي قبل الضاج قبل الضاج الآن أخشف الشمس مع المثالات الغيرًا في هذا الاعتبار سنطل من قبل العمال التالي، وما الأفضل على 30 محابات سنطلع كثيرًا بقربة 20 المثالة، أجل دائماً، لقد أظن على رؤية 0.3 GPM توجه أفضل هذه نطلع على أعلى 7.5 إن威هما، فمتحلmente كبيرة بقربة 20 محابات كثيرًا من المثالات. وكلنا متفقين أن كلما كان الشيء أسقل كلما يحتاج إلى طاقة أكبر لتحريكه وبالنسبة لسائل الحفر كلما زاد المدويت أو المدنستي كلما يحتاج إلى طاقة أكبر لتحريكه ويتغلب على قوة الاحتكاك وبالتالي هتزيد قيمة البرشير لص وزي ما أثبت التجارب وبينته البعدلة اللي قدامنا أن مضاعفة المدويت هيسبب زيادة في البرشير لص بمقدار من 75 إلى 80% تقريب أما بالنسبة لعامل اللي زوجة فاللي همنا في الموضوع هو مركبة البلاستيك فيسكاستي اللي سبق وقلنا أن هي عبارة عن مقياس لكمية وتركيز المواد الصلبة في الطفلة وأن هي بتتناسب طردية مع وزنها يعني كلما زاد الوزن كلما زادت بلاستيك فيسكاستي فيكون لها نفس تأثير الزيادة في الوزن بزيادة البرشير لص ولكن التأثير أقل بكتير بيصل من 15 إلى 20% نوصل بعد كده لمعدل S ريال فالزيادة في معدل S ريال معناها زيادة في السرعة معناها زيادة في قوة الاحتكاك معناها زيادة في البرشير لص ومضاعفة المعدل S ريال بيسبب زيادة البرشير لص بمقدار 250% من المهم هنا التوضيح أن نسبة الزيادة مرتبطة بنسبة التغيير وليس بقيمتها بمعنى اللي لو أنا كنت شغال بـ 100 جالون بر منت زودتهم لـ 200 سيكون لها نفس التأثير لو كنت أنا شغال بـ 500 زودتهم لـ 1000 اللي هما الـ 250% تاريب بنوصل لي العامل الأخير اللي بيأثر على قيمة البرشير لص واللي بيختلف عن العامل السابقة في نقطتين النقطة الأولى هو تأثيره العكسي على قيمة البرشير بمعنى أن البرشير هيزيد كلما قلب قمته النقطة التانية هو حجم التأثير الهائل للتغير في قمته وذلك لتأثيره المباشر على سرعة سرايين السابقة وبالتالي تأثيره على طوى الاختكاك وفي المثال اللي قدامنا لما أللنا القطر الداخلي إلى الثلاثين زادت قيمة البرشير سبعة أضعاب يبقى من الكلام السابق العوامل اللي بتأثر في قيمة البرشير لص هي العوامل اللي بتتحكم فيه درجة سرايينه وبيختلف تأثير كل عامل على حسب درجة عاقته للصرايين في منها اللي بيزيد زيادة كبيرة وفي منها اللي بيزيد زيادة صغيرة وأخطر هذه العوامل هو القطر الداخلي زي ما شوفنا أن عشان تتحرك الطفلة في خلال مقطع معين أو عدة مقاطع متتالية بيحدث نقص في الضغط ما بين طرفي المقطع نتيجة قوى الاحتكاد وللمحافظة على معدل سرايين ثابت لابد من الاستعانة بمصدر خارجي لتعويض إجمال النقص في الضغط هذا المصدر الخارجي هو المضخات أو المضب بومبس وبالتالي فإن الجيج أو العداد اللي بيبقى موجود بالقرب من المضخات أو بالقرب من الحفار واللي بيعرف باسم الستاند بايب ريشور جيج ما بيسجلش البريشور اللي بتضخه البومب لأن البومب ما بتضخش بريشور ولكنه بيسجل مجموع قوى المقاومة الموجودة في مسار الطفلة أو مجموع البريشور لوس في السيست ورنسي 'و العدد الرئيشور عيد الرئيشور يبقى أنا عشان أحسب قرية الستاندبيت برشور فأنا محتاج أحسب مجموع البرشور لوس أو البرشور دروب في المقاطع كلها وعشان أقوم بالعملية دي فأنا محتاج معلومات أول هذه المعلومات الخواص المرتبطة بالطفلة اللي هي المد دانستي والبي في والواي بي وأحتاج أيضا الشكل الهندسي للبير واللي بيتضمن طول مواسير التبطين والقطر الداخلي لها والأوبن هول والقطر الداخلي لها وبالنسبة لعمود الحفر هحتاج طول كل القطاع والقطر الداخلي لها إلى جانب النزلز بتاعة الدقاء ولو في عين دي أي داون هول تورز تانية زي المواتير أو الام دابيو دي فهحتاج قيمة البرشور دروب عليها وأول قطاع هحسب البرشور لص ليه هي الخطوط السطحية وهي عبارة عن مجموعة المواسير والوصلات من أول مخرج المضخة إلى أول جزء في الدريل سترين اللي هو مبين في الرسمة قدامنا باللون الأخضر الزيتي في النظام البرريم الأديمة اللي كانت تستخدم الكالي كانوا بيقسم الجزء دا إلى أربعة أنواع باختار منها النوع المناسب على حسب المعلومات اللي بخدها من التوردوشر ومن المهم جدا أننا أختار النوع المزبوط لأنه زي ما احنا شايفين في المعادلة اللي بتستخدم لحساب البرشور دروب في الخطوط السطحية أن النوع بيتناسب ترضيا مع البرشور دروب ولذلك لابد من اختياره بدقة لأن الفرق قد يتراوح من 100 إلى 700 بي اس آي أما في حالة التوب دراير فيجب الحصول على الأطوال وعلى مكافئ القطر الداخلي من السجلات الخاصة بالبرريمة وده بيكون من التول بوشر أما بالنسبة لعمود الحفر أو الدريل سترين فده هيتقسم إلى مقاطع على حسب طول كل مقطع والقطر الداخلي ليه ففي الرسمة اللي قدامنا هيكون الدريل كالرز ده مقطع والهيفيو ويت مقطع تاني والدريل بايب مقطع تاني وزي ما قلنا أن احنا بنتحرق الدقة في القطر الداخلي للمكونات وخصوصا من نسبة للمواسير لأن عادة طولها بيصل إلى عدة ألاف من الأقدام وأن التأثير التراكم للقطع بيكون كبير جدا بعد كده هختار الريولوجيكال موديل المناسب وبعدين هحسب سرعة السريان جوه كل قطاع وهحسب السرعة الحارجة اللي فيها بيتحول السريان من لمر إلى تيربلانت أما بالمعادلة اللي قدامنا أو عن طريق حسابات رينول نمبر ونظرا لأنه من الناحية العملية دايما السريان جوه الدريل سترينج بيكون من النوع التيربلانت فأنا أقدر أستخدم المعادلة اللي قدامي على طول لحساب البريشر دروب في كل قطاع واجمعهم على بعض ويبقى هو ده البريشر دروب في الدريل سترينج والحساب البريشر لس أو البريشر دروب أو مقدار الطاقة المستهلكة على الدقاء وتستخدم المعادلة اللي قدامنا واللي فيها البريشر دروب يتناسب ترديا مع المد دنستي ويتناسب مع مربع معدل السريان ويتناسب عكسيا مع مربع مساحة النوزلز أما السابت اللي قدامنا اللي هو العاشر تلاف تمامية تمامية وخمسين فده سابت تحويلات اللي بيمكني أن أنا أدخل هذه المعاملات بالوحدات الحقلية يعني الدنستي بتخش بالباوند بالجالون ومعدل السريان بالجالون برمينت أما التي اف اي بتخص بالبوسة منه ربعة وبطلع للناتج بالبي اس اي والجدوة اللي قدامنا بيبين لنا نسبة التغيير في البريشر دروب على الدقاء المناظرة لقيمة التغيير في العوامل المختلفة وإذا ما احنا شايفين أن أعرف تغيير بيكون هو التغيير نتيجة التغيير في التي اف اي أو مساحة النزل لأن تغيير في مساحة النزل بيأثر تأسير مباشر على سرعة مرور الطفلة وبالتالي على قوى الاحتكاك وبالتالي بيزود البريشر دروب نفس فكرة القطر الداخلي اللي سابق اتكلمنا عليها قبل كده في حالة الموسيق وعلشان نحسب البريشر دروب في الأنيلس برضو هنقسمها إلى قطاعات بناء على القطر الداخلي للهول والقطر الخارجي لبكونات عمود الحفر ففي الشكل اللي قدامنا من تحت لفوق القطاع الأولاني ما بين الأوبن هول وبين العندال القطاع التاني ما بين الأوبن هول وبين الهيفي ويد دريل بايب القطاع التالث ما بين مواسير التبطيل وما بين الريجلر دريل بايب وبعد كده هحسب سرعة سريان السائل في الأنيلس من المعادلة الأولى وهقرر ما إذا كان السريان لامنر أو تيربولاند إما عن طريق مقارنة سرعة السريان بالسرعة الحرجة في المعادلة التانية أو عن طريق استخدام الرينولد نومبر واعتمادا على ما إذا كان السريان لامنر أو تيربولاند هستخدم معادلة من المعادلتين اللي قدامي لاستكمال حسابات البريشر لوس في الأنيلس فاضل نقطة أخيرة وهي الأدوات أو المعدات الخاصة اللي بتبقى موجودة في البي ايتش ايه زي المؤتير والأم دابي دي ودي عادةً بيتم تعيين البراشر دروب عليها عن طريق التجربة فبيتم رفعها وتضخ خلالها بمعدل معين وتسجيل إراية الستاند باي البراشر وبيبقى هو ده البراشر دروب عليها وبكده نبقى وصلنا للنتيجة اللي احنا سبق وقلناها أن المدخات ما بتضخش بريشر ولكنها بتضخ طفلة بمعدل سابت هذه الطفلة أثناء سريانها بيلزم تغلبها على قوى الاحتكاك أو الممنع في كل قطاع فبيتقوم تستهلك جزء من الطاقة العداد اللي جنب البامب أو الستاند باي بريشر بيسجل مجموع هذه الاستهلاكات أو ما يعرف باسم مجموع البراشر لص وستكمالا لحسابات الهايدراليكس بحسب الاي سياسر وهي التأثير الفعلي لوزن الطفلة أثناء الحركة وده تتحسب من المعادلة اللي قدامنا اللي عبارة عن الوزن الطفلة زائد البراشر دروب في الأنيرس على .052 مجروبة في الطول عند النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها وخلي بالي أن هنا الطول هو التيفي دي وليس الماجر ديبس على خلاف البراشر دروب اللي كنا بنحسبه قبل كده أنا كده حسابت حسابات الهايدراليكس عايز بقى أعرضها أنا ممكن أعرضها بطريقة بنتين الطريقة الأولانية اللي هي طريقة ماذا لو ودي البثال اللي قدامنا وفيها بقى أعرض نتائج الهايدراليكس عند مدخلات محددة يعني عند معدل صريان معين ووزن طفلة معين ومساحة النوزل المعينة الطريقة التانية اللي هي طريقة الحساسية أو السنستيف دي وفيها بثبت كل المدخلات وبمغير في مدخل واحد وشوف نتيجة التغيير على المعاملات الهايدراليكية المختلفة وسواء كنت أعرض بطريقة دي أو بالطريقة دي فأنا في النهاية ظهر لي مجموعة أرقام بتمثل معاملات هيدراليكية فيطرى هذه الأرقام كويسة ولا مش كويسة فلابد من توافر قائمة بالقيم المثالية لهذه المعاملات حتى يمكن الحكم عليها أول هذه المعاملات الهايدراليكية أو الهايدراليك برامترز اللي هبص عليها هي الأنير فلاستي واللي المفروض أن هي ما تقلش عن ضعف السليف فلاستي وهي سرعة سقوط نواتج الحفر تحت تأثير الجاذبية أثناء عملية الدفع واللي بيكون لها قيم بثالية في الـ 12.4 يجب أنها ما تقلش عن 180 أدم في الدقيقة بينما في الـ 8.5 يجب أنها تقل عن من 160 إلى 165 أدم في الدقيقة التجربة اللي قدامنا بتبين أثر الزيادة في الأنير الفلاستي على عملية النقل والتنظيف عند السرعات المنخفضة تقريباً نواتج الحفر ما تتحركش من مكانها مع زيادة السرعة بتبتدي تنتقل فيه الجزء الأفقي اللي هو بيمثل المسافة تحت الدقاء ولكنها بتقف في المنحنات عند زيادة الأنير الفلاستي إلى درجة أكبر بيتم نقلها في الجزء الرأسي اللي بيمثل نحية الأنير بنجاح نقلها المستقبل وده بيفسر لي نقليه معدل الحفر بينخفض بدرجة كبيرة عند تقليل معدل وده لعدم نقل نواتج الحفر من تحت الدقاءة وعادة حفرها مرة أخرى مما يسبب تنييسه أو ما يعرف باسم البيت بولي على رغم من تحسن عملية النقل والتنظيف بزيادة الانير بلاس دي ولكن الزيادة المبالغ فيها بتسبب زيادة في البرشور دراب في الانيروس مما يسبب زيادة في الـ ACD اللي سابق وحسبناها قبل كده واللي قد ينتج عنها عملية كسر الى الفورميشن وفقد سائل الحفر من مقارنة الانيروس الفلاستي مع الكريتكال الفلاستي هنقدر نحكم على شكل معدل إس ريال شكل الطفلة هوية ماشية هل هي لاميرل ولا تيربلانت وخلينا في المستوى الحالي نقول انه بيفضل انه يكون الفلوب باترن حوالين البيتشي ايه لاميرل وزي ما احنا ملاحظين ان كل هذه العوامل مرتبطة بحاجتين الحاجة الاولانية وهي الـ Geometry بتاعة الانيروس ودي ماليش فيها يد مش هقدر اغيرها ولكن العامل الثاني هو معدل الضخ الـ Geometry per minute بمعنى ان الزيادة او النقص في هذه العوامل مرتبط بكمية الطفلة اللي انا بدخها اللي هي الـ Geometry per minute النقطة المهمة بعد كده اللي هبص عليها هي مجموعة بريشر لص في النظام او اراية الـ Standby Pressure عند نهاية القطاع وان المفروض النهاية تكون ضمن سعة المضخات مع اخز من 10 الى 15% معامل امام ومن كلامنا السابق هنلاحظ ان النقطة دي دخل فيها عامل جديد بيتحكم في قيمتها الى جانب معدل السريان وهو النوزلز بتاعة الدقاء والبيت نوزلز بتحكم في اراية الـ Standby Pressure عن طريق تحكمها في الـ Pressure Drop على الدقاء فلا بد ابص على هذه القيمة وعلى نسبتها الى القيمة الكلية لإراية الـ Standby Pressure وبص على سرعة خروج الطفلة من النوزلز اللي هي الـ Jet velocity وبص على الـ Hydraulic Horse Power وعلى الـ Impact Force وعشان اقدر احكم على هذه القيم لابد اكون اعارف مدلول هذه المعاملات اولا ووظفتها والقيم المثالية لها وازاي اقدر اغيرها وده جالبا بتتم عن طريق التحكم في النوزلز بتاع الدقاء وان شاء الله ده هيكون موضوعنا في المرة اللي جاي اشتركوا في القناة